نبدأ قضية أكرم جحنيطة قضية أصبحت من الماضي صرات مشكلة بين خاصة الإدارة والآن حلت بطريقة ودية وكانت الإدارة سمحت له باش يدرب مع الفريق الأول وأصبح في تعداد الفريق الأول بعدما كان أسبوع هو يدرب مع الفريق الرديف اشتغلت معه هنا لما كنت في الرديف أسبوع أو أسبوعين بعدما رجعت للفريق الأول بعدما صحت الفريق الأول عملت نوية تحدي لأنه يكون في المقابلة وإن شاء الله يرفع التعدي ويقدم أداء ويرد على بعض الناس يتشكك في القدورة من ناحية الأداء نظن بلي كان في المستوى وقدم مقابلة ما شاء الله وكان مسجل الهدف وربح الرهان وأكرم جحنيط ابن الفريق ويستهل كل خير ترجمة نانسي قنقر